فهذا نبيك قبل خلق الخلق فما بالك نبيك عند ظهور بشريته صلى الله عليه وسلم وكيف تحتفل به الأكوان وهي مشتاقة فيه إذ هو كان باطنا فيها ممدها قبل ظهور شخصه وبشريته ولذا عند ولادته صلى الله عليه وسلم حدست في الأكوان أحداث عجيبة غريبة وكأن الكل ينتظر هذا الوجود وينتظر هذا الظهور فتنكست الأصنام وتفئت نار فارس وكانت لم تطفأ منذ ألف عام وغادت بحيرة ساوة وظهرت نجوم لم تظهر من قبل حتى أن كثير من علماء الفلك من اليهود أدركوها وعلموا أن هذا مولد نبي وكأن الأكوان كلها منتظرة هذه الولادة الولادة التي بها نولد حقيقة لأن ولادتك الحقيقية هي معرفتك بربك وخروجك من نفسك إلى مولاك وإلا تصير في بطن الأرحام بطن النفس المظلمة والنفس الأمارة وهواجس الشياطين وأساطير الأولين فلابد من ولادة لتولد إلى النور فكانت كل ولادة أصلها الولادة النبوية الشريفة إذ لو لا هما كانت ولادة في الأكوان لا تتولت حتى الأفكار في أزهان العقلاء ولا المعاني في قلوب الأولياء ولا يتولت شيء فيه نفع يوصل إلى مولاك فإذا علمت أن كل نعمة أنت تعيشها وتعيش بها وتنتظرها وتأملها وتطلبها الواسطة فيها هذه الروحانية وهذه الروحانية التي أظهرها الله في الأكوان هي واحد على مئة من حقيقتها إن الله قسمها مئة جزء أبقى عنده تسعة وتسعين جزءاً أخفاه حتى يتمتع بهذا الجزء أهل الموقف وأهل الجنة إلى ما شاء الله إلى أبد الأبدين وأعطى للدنيا على قدر دناءتها ودنوها وقرب أجالها أعطاها واحد في المئة يكفيها ليصلحها ولتؤدي دورها ولكن هي لا تحتاج أكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى فبيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن كل شيء فجعل هذه الخزائن مظهرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذه الخزائن كلها تخرج بها ومنها ما ينفع الخلائق إنساً وجناً وملائك وجنة ونار وكل شيء خلقه الله بتجل الربوبية فهو رب العالمين ولا ينتفع بها من باب الفضل والتنعيم إلا أهل الهداية والتوفيق فإذن النبي له مددان مدد ربوبي يرب به الأكوان لأن رب العالمين فيستفيد به المؤمن والكافر والبر والفاجر والحيوان والنبات وسائر الخلق وله مدد ألوه لا يستفيد به إلا أهل التوفيق أهل الجنان أهل المعارف أهل التوحيد فمن تمتع بهذا المددان هي أمة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم وغيرنا يعيش في مدد واحد ونحن نعيش في مددان فحق لنا أن نفخر بهذا النبي وأن نتعلق بهذا النبي فوق أرواحنا إذ لو لاهما كانت أرواحه ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين لأن العاقل يعلم أن لو لاهما كانت نفسه ولولاهما كان بدنه ولولاهما كان رزقه ولولاهما كان فيه من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة علمناها وجهلناها وما نجهل من النعم أكثر مما نعلمه ودقائق النعم لا يدركها إلا رب العالمين حتى العرفون لا يعرف دقائق النعم فكل نعم لها دقائق ولها تفاصيل لا حصر لها ولا عدد فسبحانا الذي فعل ذلك كله بوسطة هذا النبي الذي هو نور الله في الأكوان السر الساري في سائر الأسماء والصفات صلى الله عليه وآله وسلم ولد صلى الله عليه وآله وسلم عمل فيل بعد ستين يوما من حادثة أبرها التي أرسل فيها الله سبحانه وتعالى الطير الأبابيل حماية لهذا البيت وحفظا له وكأنه ما حفظ البيت وما خلق مكة أصلا إلا ليولد فيها النبي فلابد أن يحفظها من يد كل معتاد وما أبرز ماء زمزم إلا ليشرب منه النبي فأبرزه ليشرب منه جده الأكبر سيدنا إسماعيل كل هذا تمهيد لولادة هذا النبي خلق الكعبة وخلق الحرم ونبوع زمزم من أيام سيدنا إسماعيل إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله بئر يشرب منها الناس من أيام سيدنا إسماعيل إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله ولا تنتهي أي بئر هذه إلا أن تكون ممدة من الرحمة مباشرة ورحمة الله لا نهاية له فولد صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول بعد بزوغ فجره في ضحى يوم الإثنين قيل يوم التاسع وقيل الثامن وقيل الثاني عشر واستقر الاحتفال عنه في الثاني عشر من ربيع الأول وإن كان كل شهر ربيع نحتفل به بل كل نفس نحتفل بالنبي إذ لو لهم كانت أنفاس صلى الله عليه وآله وسلم ولولا هما دق قلب إنسان ولا امرئ ولا عاش ولا أكل جائع ولا شبع ولا ارتوى عطشان فكل نعمة هو واسطة فيها صلى الله عليه وآله وسلم فإذا شكرت النعمة شكرت المنعم فهو مظهر النعم لأنه هو عبد المنعم ومظهر العطاء لأنه عبد المعطي ومظهر الرحمة لأنه عبد الرحيم ولذا يقول سبحانه وتعالى جميعا أسمائه كلها في اسمه سبحان الذي أسرى بعبده فهياء الضمير في عبده يحل محلها أسماء الله جميعا فهو مظهر الأسماء كلها صلى الله عليه وآله وسلم ولد صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا أي مقطوع السرة دهينا كحيلا أول ما ولد نزل رافعا رأسه إلى السماء وعطس وحمد الله فهو ممن تكلم في المهد صلى الله عليه وآله وسلم ولذا ذكره الإمام السيوتي في كتابه من تكلم في المهد وذكر من تكلم في المهد أوصلهم إلى عدد كبير حوالي أربعة عشر إنسان منهم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله ولكن لقلة المشاهدين لهذا ولعدم تكرار ذلك لم يشتهر لأنه مجرد أن ولد عطسة فحمد الله ثم بعد ذلك لم يتكلم إلا عندما بلغ سنه ستة أشهر فبدأ يتكلم وعندما أكمل ثمانية أشهر كان يقول الجملة الفصيحة صلى الله عليه وسلم فكان يشب في اليوم ما يشبه الصبي في أسبوع وشهر صلى الله عليه وسلم حتى عندما كانت تعرض عليه حليمة السعادية التي سعدت بإرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى أسماء التي أحاطت بالنبي مرضعته حليمة من الحلم قبيلتها سعدية من السعادة القابلة التي ولدت أمه آمنة وانظر أمه آمنة وأبوه عبد الله انظر حتى الأسماء رعاية رعاية في زمن كانوا لا يحسنوا التسمية حتى فكان يسمى ابن جعل ووحش وحرب وأسد وزئب وفأر كان زمن غريب كانوا أحيانا يختار الأسماء السخيفة حتى يرعب بها أعداءه فلا يحسن تسمية أبنائه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رعاه الله التي تولد أمه آمنة اسمها الشفاء أو الشفاء هكذا كان محاطا صلى الله عليه وآله وسلم بالسعادات اللفظية من حيث معاني الكلمات والحقيقية من حيث زهور النعم صلى الله عليه وآله وسلم فلما آل إلى حليمة السعدية وكانت ترضع وكان عندها ابن آخر فكان لا يلتقم إلا السدي الأيمن ولا يأخذ الأيسر يتركه لأخيه من علمه وهو طفله صلى الله عليه وسلم من علمه العدي فهو مخلوق مظهر من مظاهر العدل والرحمة فإن الرحمة لها مظهران مظهر عدل ومظهر فضل فمظهر العدل يعامل به الناس جميعا المؤمن والكافر فالله لا يظلم ربك أحد إني حرمت الظلم على نفسه أما الفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعامل به من أراد أن يكرمه وأن يرفع درجته فكان الأنبياء وأتباع الأنبياء والصالحين هم مظهر الفضل في الرحمة فخلق لهم الجنة والكفار من المكلفين من الإنس والجن كانوا مظهر العدل فخلق لهم النار فالنار رحمة الله بالكافر لظهور عدله والجنة رحمة الله بالمؤمن لظهور فضله فالكل مرحوم ولكن أهل النار لأنهم من أهل الحجاب والجهل لا يدركون مدى ما هم فيه من هذه الرحمة التي هي العدل حيث أن الله لا يظلم أحدا ولو تجلى عليهم بالعلم لزال عناءهم وعذبهم في النار فعذبهم حقيقة وحجابهم عن مولاهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوون فمن عرف الله تنعم ولو كان في النار ولد مسرورا أي مقطوع السرة وكأنه لم يكن يتغذى في بطن أمه من أمه بل من الله لأن حبل السرة يكون متصل بالمشيما حتى يستمد الغذاء من بطن الأم من دم الأم فيتغذى الصبي عن طريق سرته باتصال دمه بدم أمه عن طريق المشيمة وهي الواسطة التي تصفي دمه عن دم أمه وتفصلهما عن بعض ويرتشح الغذاء من خلال هذا المرشح العجيب الغريب الذي خلقه الله باسم المشيمة وهي آية من آيات الله ولكن نبيك لما ولد ولد لم يجدوه كسائر الأطفال حبله متصل بالمشيمة بل وجدوا حبله مقطوع ليدلك على أنه يعيش بالله لا بالأسباب لأنه هو النبي سبب الأسباب فلا يحتاج لأسباب للمعيشة ولذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم إذا جاع كان يشعر بالجوع لكن لا يشعر بالضعف إذا لم يأكل يشعر بالجوع لأنه عبد ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشعر العبد لكن عندما نجوع نحن نضعف النبي كان مهما جاع لا يضعف بدنه بنفس القوة وإدراكه بنفس القوة ونشاطه بنفس الحال فكان لا يظهر عليه أثر الجوع صلى الله عليه وآسر ويمر عليه اليوم واليومان لا يطعم طعاما وكان يقود الجيوش ويصلي بالناس ويتلقى الوحي والوحي وما أدرك ما الوحي لو نزل على الجبال ما تحملت ونزل على قلب نبيك فتحمل صلى الله عليه وآله وسلم فكان نبيك يعيش بالله مباشرة نحن نعيش بدقة القلب والدورة الدموية وغير ذلك ولكن هو طفل عند حليمة عندما جاوز السنتين من عمره جاءه ملكان فأضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه وهو ينظر إلى قلبه بين أديه يعني ما زال حيا من منا يعيش وقلبه خارج صدره ولا يوجد قلب ينبض ولا دم يجري في العروق من منا يعيش هذا حتى تعلم أنه كان يعيش بالله لا بدورة دموية كالمعتاد ولا بدقة قلب كالمعتاد صلى الله عليه وسلم لأنه نبيك هذا بشر غير معتاد فهو يقوم بمولاه لا بغزاء ولا بشراب ولا بهواء السماوات الأولى عندما عرج به إلى السماوات الأولى هل هناك غلف جوي؟ هل هناك أكسوجين وكاربون دايوكسايد وغير ذلك من مكونات الهواء التي نتنفسها ولا نتحمل أن نحرم منها حوالي ثلاث أو أربع دقائق وإلا متنة لم يأخذ استوانات أكسوجين معه ونحن نرى الذين يركبون المراكب الفضائية كيف يكون محمل بهذه الاستوانات وكيف حتى يستطيع أن يحافظ على حياته في مكان لا غلاف جو فيه ألم يخطر ببالك كيف كان يتنفس؟ يتنفس بمولاه لأنه هو أيضا في الأرض كان يعيش بمولاه كان يواصل وكان لا يضعف يواصل الصيام ولا يضعف فالصحاب أرادوا أن يواصلوا معه أن يصموا عدة أيام دون أن يشربوا أو يطعموا شيء فقال لهم إني ليست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أي مدد من الله أنت مددكم عن طريق الوسائط عن طريق الغذاء والطعام والهواء وغير ذلك أما أنا فلست كهيئتكم أنا يمدن الله منه مباشرة وتناولي للأسباب إظهارا للعبودية وافتقارا لمولاه لا لشدة حاجة إليها فهو يعيش بمولاه ولذلك نبيك كلما نظرت إلى سيرته وأحواله العجيبة الغريبة أدركت أنه ليس كمثله مخلوق لأنه رسول من ليس كمثله شيء فالحمد لله الذي هدان لهذا النبي وهدان بهذا النبي والحمد لله الذي أحيانا لنذكر هذا النبي وأحيانا بهذا النبي فالحقيقة عندما نذكره نحيا بذكره وعندما نحتفل به نحتفل بنعمة الله وأمرنا الله أن نذكر نعمته علينا وأن نحمد الله على ذلك فالحمد لله على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعول الأكوان لما جعله رحمة للعالمين فالرحمة لابد أن تمد الأكوان فوجده عائلا فأمده في أغناء فصلى عليه ليمده ليمد الأكوان فصلاة الله على نبيه إمداد حتى يعول العوالم كلها لأنه يقول له ووجدك عائلا فأغناء أي تعول الأكوان عائلا ليس فقيرا وإن كان فقيرا هو فقير لمولاه ولم يفتقر لشياء الكل يفتقر له وهو لا يفتقر إلا لمولاه ومن افتقر لمولاه كان أغنى الخلق على الإطلاق فكان وأفقر الخلق إلى الله فمظهر فقره إلى الله يظهر في ربط الحجر على بطنه وشعوري بالجوع والتعب والعناء والجرح وخروج الدم والحزن والفرح والضحك والبكاء هذه كلها مظاهر الافتقار لكن مظاهر الغنى كان يغني به يطعم الجيوش الغفيرة بحفنة طعام قليلة يبركها النبي صلى الله عليه وسلم يروي الجيوش الغفيرة بما إن ينبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم فالحمد لله الذي هدانا لهذا النبي وهدانا بهذا النبي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بحقه ومعرفة قدره وأن يرديه عنا وأن نكون تحت نظره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يقول سئدي محيددين بن عربي صاحب الفتحات في مولده الذي ألفه ليبين فيه خصائص هذا النبي وحقائق روحانيته وهذا المولد مطبوح حديثا كان مخطوطا وطبع حديثا يقول في سنايا مولده واعلموا أن النبي من الله والخلق من النبي والعجيب أن أقول نفس اللفظة قبل أن أقرأ هذا اللفظ وأقول النبي بربه ونحن بالنبي كثيرا ما أقول ذلك فالحمد لله الذي وفقنا لهذه المعاني قبل أن نطالعها ثم بعد ذلك يطلعنا إياها ليعلمنا شرف ما علمنا فالحمد لله على هذه النعمة فخلاصة الخطبة الأولى أن النبي بالله ونحن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لو لا الواسطة لا ذهب كما قيل الموسود فهو البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور وبين الوجود والعدم وبين الخير والشر وبين العدل والفضل فهو برزخ في كل شيء فسبحان الذي أجر النهران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فالعزب الفرات رمز لأهل التوفيق والملح الأجاج رمز لأهل الخزلان وبينهما برزخ لا يبغيان فالبرزخ يحفظ على هؤلاء خصائصهم وعلى هؤلاء فضائلهم فالحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله